كنت بحفظها وخزنها غلط لحد بقى معرفة الطريقة دي يلا اقولك بقى عملتها ازاي وخزنتها وحفظتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة بس ما تنسوش دعمونا بلايك وقولولي من اي مكان بتتابعوني تعليقاتكم بتساعدني جدا في الاول كده جبت البامية بتاعتي انا هنا هحفظ وخزن اتنين كيلو من البامية هبتدي بقى في الاول كده اناق البامية الحلوة واشيل اي بامية مش حلوة فيها عشان لما اجي احفظها واخزنها تقعب معايا طول السنة بعد كده هجيب طبق كبير فيه ميا وابتدي بقى ان انا انقع البامية بتاعتي كويس جدا فيه لمدة 10 دقيق بعد كده بغير الميا بتاعت البامية مرة واثنين بحيث ان انا اتأكد ان البامية بتاعتي اتغسلت كويس جدا بعد كده بصفيها في المصفى بقى بسيبها شوية كده في المصفى لحد ما تخلص كل الميا اللي فيها وبعد كده بجيب فوتة المطبخ بتاعتي وافردها كويس وحط البامية عليها كده وابتدي ان انا نشفها كويس جدا ولازم كمان نسيب البامية بتاعتنا تنشف يعني تتأكد ان هي مفهاش اي ميا خالص خلاص كده ده شكلها بعد ما جفت تماما بعد كده بقى ببتدي ان انا قمعها البامية اللي احنا بنيجي نحفظها ونخزنها في الفريزر بنقمعها من فوق بس ما بنشيلش الجزء اللي تحت ولكن لو هنعملها على طول ونطبخها بنشيل الجزء اللي تحتها عادي مفيش اي مشكلة ما بفضلش خالص ان انا عمل لها اي فتحات باكتفي بالفتحة اللي فوق دي وبس هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة وما تنسيش بقى لو لسه ما حطت ليش لايك فرحيني كده وحطولي لايك كتير بعد كده هخلص كل الكمية بنفس الطريقة بعد كده بجيب حلة كبيرة فيها ميا واستنى لما تسخن كويس جدا وتوصل لمرحلة الغليان بنحط في المرحلة دي معلقة صغيرة من البيكنج سودا ونحط كمان عصير نص لامونة معلقة صغيرة من السكر وهنقلبهم كويس وبعدين ننزل بالبامية بتاعتنا في الميا دي يدوبك لمدة خمس دقيق بس مش اكتر طبعا هنضغط عليها ونقلبها كويس جدا بالشكل ده خلاص كده البامية بتاعتنا شكلها حلو قوي واغضر كده زي ما انتوا شايفين في المرحلة دي بنصفيها كويس جدا من الميا السخنة وبتنزل في ميا سقع جدا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده بحيث ان احنا ندي للبامية بتاعتنا صدمة عشان تحتفظ باللون الاخضر بتاعها الجميل ده بعد كده هصفيها مرة كمان وحطها جوه المصفى بالشكل ده كده ونبتدي بقى نسيبها لما تتصفى تماما من كل الميا اللي فيها ونتأكد كمان ان هي بردت خالص خلاص كده انا بجيب بقى اي طبق او كوباية يعني كده بحيث ان انا اعاير اكياس البامية اللي انا هشيلها يعني انا كنت بشيل في الكيس روبا كيلو طبعا تقدري تحطي الكمية اللي انت عاوزيها اكياس تلاجة بقى ونبتدي بقى نربطها كده ونفرغ الهواء اللي فيها كله بالشكل ده دي احسن طريقة ممكن تحفظي وتخزيني بيها البامية هتقعب معاك من السنة للسنة لون هاخدر كده كانك لسه جايبها فرش لو عجبك الفيديو شاركيه مع اصحابك وما تنسيش دعمونا بلايك واقولولي من اي مكان بيتابعوني